السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وتم تشاهدوا هذا الفيديو رب يكمل كل واحد متمنى في الخير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم الخليل إنك حميد مجيد الوصفة عنها اليوم هي بورك على شكل مثلت خدمتها معكم واحدة طريقة سهلة وسريعة أي واحدة تقدر تديره وتنجح فيه مع هذه الحشوة لجبنين الطرية مع السلم داخل ما شاء الله عليها وسمعت القرمشة هذا مقلي تشفي الزيت طيبته في الفرن لايك واشتراك والبرتاج رب يحفظكم إن شاء الله أول حاجة يجب علي البصل قطعيه إلى شرائح رقيقة رقيقة كما هكذا بالقرم وزنت لكم هذا البصل بعد قطعته قبل 140 قرم قمت بتعزيل حتى يتعسل تقلي على نار متوسطة مع التحريك حتى ترى دبال وبدأ يتعسل قليلا نجيب هنا 200 قرم يعني لحم فروم بعد قطعتها بعد قطعتها بعد قطعتها بعد قطعت الكفتة قطعتها مع 4 مغارف كبار مع الماء الماء يحل هذه الكفتة وتعطيها تراوة هنا جبن جبن طري من بعد جبن نصف كاس روز نقوم بتعزيل نقوم بتعزيل روز ويعطيه نقوم بتعزيل كما يتقوم بتعزيل نزيد كمية من الماء التوابل الملح والفلفل الأسود نحرك نحرك قد يدوب الجبن نطفي النار نقوم بتعزيل الكفتة ديول نقوم بتعزيل نقوم بتعزيل وكما تقوم بتعزيل والماء المقصر يساعدك أكثر من السكين نضغي نصف نضغي نصف 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 الزاوج سوف نقوم بتحزيل كما تقدري في رمضان خدمتي في نصف الزاوج سيجار لسهرة رمضان خدمت معكم سيجار دعوكم رابطتها في صندوق الوصف لان انا خدمتها اليومين فيديو جديد اذا تريد الوصفة تأتي واحدة الحشوة سيجار تهبل في البنة سوف تدخلتها بعد تدخل هذه الوصفة سوف نرى هذه الغرفية كما رأيكم ترى فيها زيت زيتون خاصة الماكلة الصحية خدمت بزيت زيتون تستطيع خلط بعض الزيت نباتي عادي لتعبد الشمس سوف نضيف دهني على الورقات تشمخها وستطيع الريحة لا تبين لا تبين خاصة لا تبين زيت زيت زيتون ولكن لا تخاف لانه سوف تشمي الكفتات لا تشمي نضيف كمية الحشوة في الجنب قد لا تخاف كمية الحشوة من المخصصة ارتبط المصدر نرى كمية الحشوة والكفتة يعني حسب الوصفة كمية الحشوة 150 غرام ووزنت الوصفة ووزنت الوصفة نضيف نصف الوز نضيف نصف الوز نعود معكم ورقة أخرى من الوز نضيف نصف ورقة أخرى ندهنها كامل بالزيتون نضيف نصف ورقة أخرى نضيف نصف هذا الوز نصل إلى جهة الدائرية نضيف نصف الوز نضيف نصف الوز لا تقليل الحشوة لا تكتري إذا قللتين ستأتي الحبة البوريك خفيفة وخاوية من الداخل وإذا كترت بزيف قادرة تتردق لك فشوفي الكمية كي تبدأ التلوي سيكون نطوي عيني ميزاني بأصبع إذا كي تبدأ التلوي تلوي وتبدأ التلوي كي تبدأ الزائد تشكله على شكل متلت وتدخل في هذا الجيب بهذه الطريقة اتعاوني بالمغرف ولا تكون مجدى سواء بيض البيض ولا شوية فارينة مع شوية تعمة تخدمها كالغراء تقيلة وبدأ تلسقي بها ونتحصل على هذا الشكل الشباب طريقة ثانية كما وردتكم المرة اللي فاتت نجيب ورقة تعلب ورقة تغطيها في الماء وتخرجها مباشرة من بعد تلويها كما دلنا للطريقة اللي فاتت تضيف زيت قليلا تضيف ذي وحضرت بالتجاهة ينحرق في الفرن وكذلك الورقة البورك الديول إذا رأيتها تنشف ضربها الهواء وكذا بدأت تلوي فيها تبدأ تقطع لك غطسها في الماء وخرجها مباشرة فهذه كذلك تدبيرها مليحة يعني تشوف البورك سواء كنت تدرتها في الفريجيدان وضربها الهواء أو كان بره وضربها الهواء فدخلي في الماء وخرجي وخدمي بي نورمان وضربها الهواء وضربها الهواء وضربها على الماء وضربها في الجنب وضربها في الفرن وضربها في الفرن كما تريد مهم حمر يوم هذه الطريقة الشبهة يبارك كل وحده وفرن كهربائي وضربها على الغاز وتخافي شعله قاوية وقابليه ساعة قلبيه هنا بعد موجود البورك انظرها وضربها وظربها المهم هي لحبة البوريغ نقسمها في رحبه سمعته دعونها برد قليلا قسمتها بسكين لأن تشد يد الاخرى التليفون الحشوة من داخل تقدر امام هذه الحشوة تزيدها قليلا جبن طاري جبن سمعته القرمشة لا تدرك لا تدرك لا تدرك أريد أن نعصره قليلا هنا نأكله لا تدرك بورك بالحود لا تدرك وصفة بورك بالحود اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله ندركها لكم وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله اخفاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا بالإبداع ان شاء الله ربي شافِكُم و شافِكُم و شافِكَم كلمهم يا رب العالمين و اريد ان تخبركم هذه الحبة تروني وهو غمزتها بالماء اشتركوا كيف ستفه قسمتها معكم قسمتها القرمش حمرا و هذا щёو بالذي من زيتون وصلنا نهاية الفيديو تلو في روحكم إلى الفيديو آخر إن شاء الله سلام